يد الله مع الجماعة فصل جديد من الاغتيالات التي تستهدف رموز الثورة وقياداتها في حوران كان آخر أهدافها الثائر والعالم والقاضي أسام اليتيم محاولات سابقة لاغتياله باءت بالفشل خلال الأشهر الماضية وتمكن أعداؤه منه في آخرها عندما استهدفوه مع اثنين من إخوته ومرافقه بعدة أعيرة نارية على طريق بلدة صيدة في ريف درعا الثلاثاء الماضي لينضم إلى كوكبة من الرموز الثورية الذين قضوا في اغتيالات لم يعرف فاعلوها الشيخ أسام اليتيم من مواليد مدينة جاسم في ريف درعا عام 75 وتسعمائة وألف حاصل على الإجازة في الشريعة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة انضم مبكرا إلى ثورة حوران وفي مدينته جاسم قاد المظاهرات التي نادت بالحرية وطالبت بإسقاط النظام ومع سيطرة الثوار على ريف درعا انتقل للعمل الثوري فكان عضوا في عدد من الهيئات والمجالس الشرعية بينها المجلس الإسلامي السوري وقد عرف عنه ميله إلى المنهج الوسطي المعتدل ومحاربته للغلو والتطرف في الساحة السورية كما يقول مقربون منه أسس مع آخرين دار العدل في حوران وترأسها وأوكلت إليه مهمة الفصل في قضية تبعية لواء شهداء اليرموك في المنطقة الجنوبية وقد حكم بانتماء اللواء إلى تنظيم الدولة وهو ما دفع بعض النشطاء إلى اتهام التنظيم بالوقوف وراء اغتياله في حين وجه آخرون أصابع الاتهام إلى عملاء النظام